دعني أولاً أقول أن أفكاري وصلواتي مع الذين قتلوا وجرحوا في هذه الاعتداءات المخيفة رغم كل ذلك علينا أن نركز على إنهاء عملية الإجلاء والخروج كما علينا أن نطور إجراءات الحماية في محيط مطار كابل ومنع تكرار هجمات انتحارية والتي يمكن أن تعرقل مصار عمليات الخروج أيضاً علينا أن نبقي على قدرات عسكرية في المنطقة للقضاء على داعش خرسان التي تهدد ليس فقط الأفغانا إنما المنطقة بأسرها وهذا سيكون تحدياً كبيراً في الأيام المقبلة